السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مصطفى من قناة مستر بونتيك. في حق اللي فاتت لها الحلقة دي كنا اتكلمنا عن افضل موقع الاختصار الروابط. وقلنا كات سيار اللي هو افضل موقع لحد الوقتي من وجهة نظري في اختصار الروابط. وان هو مشكلة الوحيدة اللي ميدفع عن طريق البيبال وميدفعش عن طريق بعض الدول العربية زي نوتلر زي اه اللي هي العدل خلق حاجاتك في الجزائر معينة كده مش فاكرها بالضبط. وزي حاجات في تونس، وزي حاجات في المغرب، وزي في دفونكاشف في مصر. ولكن موقع النهاردة افضل من موقع سير اللي مليون مرة. افضل مليون مرة في سيفام وافضل مليو مدهو مليون مرة. موقع اجنبي ولكنه عربي. بمعنى ان الموقع سير اللي الخاص بي اجنبي ولكنه موقع عربي. لاول مرة في تاريخ ان مصر سبعة دولار في موقع اختصار روابط مصري. او عربي. يبقى كانت غلطتي في الفيديو رفعت ان انا قلت ان افضل موقع اختصار رابط هو هو ده افضل موقع اختصار رابط بلا منازع. لازم تشوف استراتيجية مالكين اختصار رابط في ان هما يعني مش بيتحقوا على المستخدمين لكن ولا بيتحايلوا هما يعني استراتيجية زكية جدا الصراحة. زكية جدا بان انت بتقلل السليب ام كل فترة وفترة. انا يعني برجح لك نشوف في فيديو ده وانتلاقي عندك في الايفو. وهنبدأ النهاردة في شرح موقع جديد الرائع هو موقع الانكاوي. مش هقول ده حصريا عندي. لا هو اتشرح قبل كده في اكتر من قناة. ولكن فعلا ان الموقع ممتاز جدا فلازم مفوتوش ولازم يتشره. طيب اول حاجة اه هنعمل انشئ حساب عشان تبدأ تنشئ حساب في الموقع. موقع كله عربي. مفيهوش اي حاجة انجليزي كله عربي. يعني مفيهوش اي مشكل. اسم المستخدم البريد الالكتروني وهنا تكتب كلمة السر وتعيد مرة تانية كلمة السر وتعمل تاكيد وبيتم معك تسجيل مباشرة وبيطلبش منك اي حاجة تانية. تمام? خلصنا التسجيل. اول حاجة بحثت عنها لما دخلت على موقع دوا دخلت على طول في اثباتات الدفع اه بتاعة الموقع. فنخش على اثباتات الدفع قبل ما نبدأ التسجيل على طول نخش على اثباتات الدفع. تمام? تمام. زي ما انتم شايفين اثبات دفع لكل الناس. بستو? زي ما انتم شايفين? ادي اثبات دفع عن طريق البيتكوين. اثبات دفع عن طريق كاش. اثبات دفع عن طريق كاش. زي ما انتم شايفين? الدنيا تمام جدا في الموقع ده. فهنرجع مرة تانية على طول على حساب عشان نبدأ التسجيل في الدخول على طول يعني. اسم المستخدم بتاعك وهتكتب هنا والباسورد وتعمل تسجيل دخول او اسم مستخدم والباسورد تعمل تسجيل الدخول. نفس الواجهة دي شفناها قبل كده في مواقع شفناها في مواقع تانية قبل كده زي مواقع زي اكتر مواقع قبل كده ولكن الموقع ده هو البي ينفرد بالافضلية حتى الان. فهنبوست كده على طول على طبعا احنا عارفين من مواقع قدسي رابط جديد وبتحط الرابط اللي انت عايزه. طيب. اللي حلو في مواقع ايه? هنقول حلو في مواقع والي وحش بالنسبة الناس. يعني وحش بالنسبة لي لكن حلو بالنسبة الناس تانية. وفي الحلو بالنسبة للمواقع نفسه. انه المواقع دو للاسف بالنسبة لي انه ما بتقدرش تكرر اللينكات. يعني انت ممكن تحط لينك واحد بس في المواقع ده. ما تقدرش يتكرره. طبعا ما بتكرر اللينكات اش هينقضيها في الارواح ولكن الموضوع ده مش هينفع في المواقع ده. يعني كده المتابعين اعطي كده ما حدش عدلو حجة يعني في انه يزعل من اختصار رابط. فانا هبتاش تغير على المواقع ده مباشرة. فما حدش يعدي يقول لي بقى اختصار رابط وكده. تمام? يعني بداية من الفيديو ده هنبدأ يعني والفيديو اللي بعد ده هنبدأ على طول في اختصار رابط من الموقع ده. طيب هنخش على مدير الروابط طبعا دي اللي بتعرفك كل الروابط بتاعتك الزهرة المخفية كنا تكلمنا عنها في فيديو قبل كده وشرحنا شكل موقع ده بالتفصيل. على طول هنيجي على سحب الارباح ولا قبل سحب الارباح هنزيل نخش على التانية مش مشكلة. هنقرأ كده على طول عندما يسح حسابك للحد الادنى تلاتة دولار تلاتة دولار هو الحد الادنى يمكنك طلب ارباحك. من خلال نقرأ على زر اعلى لهو قصده زر سحب الارباح. وبيتم اه السحب يعني على طول بعد اتناشر ساعة من اتناشر ساعة الى يوم. بس ناس بتقول من خمس ساعات ليوم. ولكن على طول يعني بيقولك انه السحب بتاعه بيجي بدري بدري مباشرة. تمام? هنا طبعا بيكتب لك السحب بتاعك تم امتى ومش ايه والكلام ده كله. طيب يا شباب. تمام. هنخش على طول على الادوات شل نعرف هنا الادوات رابط سريع طبعا بتحط الرابط بتاعك في النهاية هنا مكان الحتة دي. وبيختصر لك الرابط. اختصر مجمع من الرابط بتختصر اكتر من رابط في رابط واحد. يعني مسلا هنا بتحط اكتر من رابط. مسلا نحط رابط ده كده وكده وكده ونعمل اختصر. ونشوف هتلاقي اختار هون لك في اكتر من رابط. تمام? لكن هو بيقول لك هنا جميع رابط نفس الرابط فانت لازم طبعا بتغير في الرابط وبيختصر لك الرابط مباشرة يعني. اما هنا بيقول لك ان ان نقلت نفس الرابط يعني حتة زكية برضو من المواقع تحسب له. هنجي على اختصار التلقائي لمواقع طبعا ان ده بيختصر لك المواقع بشكل تلقائي اللي هو يعني بيختصر لك تمام بتحط الاسكريبت ده في تخطيط عندك في المواقع او في آآ اللي هو في شوف بقى انت ممكن تحط زي في بيتم اختصار جميع الرابط لرابط موقع لين كاوي. للمطورين بقى اعتقد ده حاجة تابعهم وهم مش تابعين. حاجة يعني طبع المطورين. طيب الاحالات. الاحالة عندك هنا خمسة في المية وده رابط الاحالة الخاص بك. طب تمام. هنا لو طبعا قريت الجملة دي هنا بيقول لك يعني ان هو لو حطيت هنا رابط الاحالة الخاص بك بيجيب الرابط دوان في صورة. بحيس ان ممكن تحطها لو انت هتشرح الموقع ده في مدونة وكده. طيب تمام. هنا بيجيب لك طبعا اسام المستخدمين والتاريخ بتاع الاحالة بتاعتهم. طبعا بشرح بشرعة عشان انتوا عارفين ده ما الناس سريعين. اوكي. اه هنخش على فواتير الشراء. طبعا دي حاجة بتاقلي لما انت بتدفع او بتطلب سحب بيجيب لك هنا السحب بتاعك اعتقد يعني. طيب اعداد هتكديمه هما جدا طبعا. الملف الشخصي دي مهمة اهم حاجة طبعا في حوار كله. تكتب هنا اسمك الاسم التاني. هنا تكتب العنوان. العنوان الى المدينة. هنا الحالة ممكن تكتب طالب او عازب او متسوج على حسب. اه هنا تكتب الدولة ايجيب بالنسبة لي هنا رمز البريدي. هنا تكتب رقمك. وهنا هتنزل تحت. انا اخترت طريقة السحب هي فودافون كاش. طريقة السحب عندي هي فودافون كاش للمصريين فقط. زي ما انت شايف فودافون كاش. هنا عندك بيبل. هنا عندك بيتكوين. هنا عندك عندك كان مفروض برضو دي فوق بعض الساحب التاني زي مش هيبقى صعب بالنسبة المصريين يعني بالذات وبنسبة الدول العربية هيبقى سهل. فانا اخترت فتافون كاشف وكتبت الرقم هنا. طيب هنا تغطع تأكيد عشان تسجل كل اللي انت عملته فوق. طب تمام. عند الاخر حاجة هي تغيير كل ما يصير تغيير بديل الوكروني حاجات سهلة جدا مش محتاجين فيها حاجات ده عام بالفني. عشان لو عايز تكلمهم في اي حاجات. هنا تكتب اسمك تكتب موضوع رسالة مسلا لم يصلني استحب هذا الشهر او لم يصلني استحب اه منذ يومين اي حاجة اي مشكلة عندك. اه البريد الالكتروني بتاعك اللي انت مستخدمه طبعا عشان يرسولك عليه والرسالة الخاصة بك. وانا تكتب تأكيد. وانتهى الموضوع على كده. طبعا انا صفار لان لسا ما بدأتش اشتغل في الموقع. مشكلة الموقع انه باختصرش اختصارات الروابط. يعني ايه? يعني لو جبت موقع مع انك بص هجيب نفسه بص هنعمل اختصر اختصره. لكن لو جبنا بقى المختصر مش هختصه. تمام? هنخش على مرة تانية معلش. ونختصر اي رابط مسلا زي الرابط ده ثانية واحدة الرابط ده. ونختصره بصه. نركز كما مع بعض. اناعمل لده كوبي وباك ونرجع نعمل هنا. واختصر زي ما نشايف هذا الرابط تم حزره. ده يسعى لده بقى عندك عندك اي موقع تاني من مواقع اختصار الروابط بتلي جوجل اي حاجة ما بتنفعش. دي مشكلة بيلاقوا بالنزال الصراحة. يعني ولكنها تنفع طبعا المتابعين وانها تحتوى امرو المتابعين. تمام? يبقى كده شير راحلنا المواقع ده بتفصيل تلاقي لينك تزاكل في مواقع ده اسفل الفيديو. اتمنىك تلحق تساجل في موقع وتشوف الفيديو اللي فات لان الفيديو اللي فات مهم جدا بالنسبة للموضوع ده. فانت هتمنىك تشوف الفيديو اللي فات عشان تعرف ايه الاستراتيجية اللي هما بتشيب بها وتعرف امتى بالزبط هيبدأ تسحب عرباحك بالموقع وتعرف امتى بالزبط هتسيب الموقع. ولما يزهر مواقع تانية هتروح لها امتى بالزبط? عشان ده مشكلة كبيرة جدا متواجه كثير من الناس لان تقريبا هتسيب موقع وهنقول له وداعا وهنبدأ نشتغل في الموقع ده. كانا معكم مصطفى من قناة مستر بومتك هتمنى الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وعلي التعمل لقناة ومن تستعمل للفيديو عشان يوصل لكل الناس بتستغل الموقع ده بدل من مواقع اختار رابط البطيقة في المجتمع المصري او العربي عامة في الانترنت يعني المواقع استراحة اختار رابط ضعيف جدا يعني بالفترة اللي فاتت. فالمواقع ده جاي يقضي على الازمة دي ويبدأ بسبعة دولار ده انا نسيت جمعة واركو استيب ام والله والله نسيت. بحسزلكو جدا ثانية واحدة بس علشة انا اجابو لكم في الاخر للأسف يعني نسيت اجيب استيب ام ووقسم بالاسعار. عندك هنا عمان ست دولار عندك كاترة ست دولار عندك هنا دي خمسة دولار عندك اه موريتانيا دولار عندك موروكو تلاتة دولار ده كويس حافير بالنسبة للمغرب عندك انوية كيندم تمانية دولار عندك الارب امريتز تمانية دولار عندك اربعة دولار عندك الامارات عندك امريكا تمانية دولار عندك اليمن دولار مش مشكلة عادي عندك هنا السعادية خش مع السعادية ستة دولار وتلاتين سنت عندك سوريا دولار ونص بالنسبة اوضاع الاقتصادية الهناك فعندك السودان تسعين سنت عندك لبنان تلاتة دولار عندك الجزائر تلاتة ونص عندك اه لعراق تمانية دولار ده ممتاز جدا لعراق تمانية دولار عندك اه مسلا عندك كويت تمانية دولار عندك اا الاردن خمس دولار عندك مصر السبعة دولار وانا معظم زغاري من مصر فانا هيبقى عندي السبق ام الكلي مبين ستة دولار لسبعة دولار وده يبقى ممتاز جدا بالنسبالي لان انا معظم الناس اللي عندي من مصر ومن المغرب يا رب المغرب بس ما يقدوش على السبق ام الكلي الخاص بيه طبعا عندي وعراسي كل اهل المغرب ومشرفوني القناة بتاعتي وقسم بالله كان معكم مصطفى من قناة مستبونتك اتمنى مرة ان يعفيدنا اعجبك لايك الفيديو واريت تعمل السبسكوبيب لكلامة كيف تعمل الشيئ للفيديو شوكرا انيشوفت الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة